ورنا بمحمد صلاح محمد صلاح الحقيقة يمكن الموسم ده فيه كلام كتير جدا عليه كلام بقى مرتبط بقدرته على التهديف كلام مرتبط بالمنافسة مع ايرلينج هالند كلام مرتبط بتراجع مستوى ليفر بول كل ده مسمع الحقيقة في شنطة صلاح في الاخر لكن الحقيقة يمكن هو تواجد مؤخرا في المركز الرابع في قائمة اغلى اللاعبين او اعلى اللاعبين في الدور الانجليزي على صعيد القيمة التسويقية خلال الموسم 22-23 والقيمة التسويقية حاليا لصلاح وصلت ل 90 مليون يورو متساوي فيه نفس القيمة دي مع في الفوضن طبعا واحد من نجوم الدور الانجليزي ونجوم الستي ولاعب توتنام هاري كين ولكن هم بيحتلوا المركز التاني والتالي بسبب ان هم اصغر سنا من محمد صلاح اللي عنده 30 سنة اعتقد في الفوضن حاجة وعشرين في بداية العشرينات وهاري كين اعتقد وصل 28 او 29 سنة القيمة بيتصدرها حاليا نجم الستي طبعا المكسر الدانية في البريمير ليج ايرلينج هارلند والله وصلت قيمته التسويقية ل 150 مليون يورو وده طبيعي جدا وقليل جدا مقارنة بارقام يمكن قريبة من الرقم ده ودفعت فلعيبة ما عندهاش نفس المردود اللي بيحققه هارلند مع المان سيتي ترجمة نانسي قنقر